وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي حضركم متذكرين معنا لما تكلمنا عن دعم السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإزاي إن القصة دي قصة ملهمة جدا جدا في حياتنا وإزاي سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد بيوتنا وبتاخد قلوبنا وبتاخدنا كلنا إلى قيم إحنا محتاجين إن هي تفضل موجودة معنا النهاردة عن كمل شويتين تلاتة في هذا الاتجاه بنقول إيه؟ هو إيه الحكاية اللي بتقولها لنا السيدة عائشة لما بتحكي عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لستنا السيدة خديجة الكبرى فبتقول بعد وفاتها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما زبح الشاه ثم يقطعه أعضاء يحط كده كل أجزاء الشاي وحط الزراع ويحط الفاخز يحط أجزائها وبعدين يعمل إيه حضرت النبي ثم يبعثها في صدائق خديجة وفي أحد الروايات في السيرة بتبين إزاي ده كان بيتم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بييجي الكلام ده تعالى لسان السيدة عائشة برضو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزبح شاه يحرص على أن يوزع من لحمها على صاحبات خديجة ويقول إذهب بهذا إلى فلانة فتقول السيدة عائشة من فلانة دي من هذه يا رسول الله إنها امرأة أو سطني خديجة بها ثم إذهب بهذا إلى فلانة فتقول له السيدة عائشة ومين دي كمان من هذه يا رسول الله فتقول كانت صديقة لخديجة ثم إذهب بهذا إلى فلانة فتقول السيدة عائشة ومن هذه يا رسول الله يعني وكأن الشاكل لها كده خلصت إنها كانت تحب خديجة فكل التوزيع ده كان لمن لكل صاحبات خديجة واللي بتحبهم السيدة خديجة فتقول السيدة عائشة لكأنه ليس في الأرض مرأة إلا خديجة في رواية من الروايات قالت السيدة عائشة في رواية من الروايات السيرة بتقول لما حست إن الرسول لا زعل فتقول له إيه استغفر لي يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله 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 هالة يفرح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايه ويقول حضرة النبي عشان الخبطة اللي خبطتها اللي شبع خبطة السيدة خديجة يقول ايه اللهم هالة اللهم ايه اللهم هالة ويقصد بيها هالة مين هالة اخت السيدة خديجة الابدع من كده بقى يوم فتح مكة يوم فتح مكة احنا بنتكلم والسيدة خديجة كده توفت توفته اكتر من عشر سنين فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيوت المكة بقى مفتوحة لحضرة النبي ساعة الفتح حضرة النبي يرفض ان هو يبيت في اي بيت من بيوت مكة ويطلب حاجة غريبة اوى حضرة النبي يطلب ان هم ينصبوا له خيمة بقوار قبر السيدة خديجة الكبرى عليه السلام وكأنه قاعد تقول الليل بيكلم السيدة خديجة بيقول لها والله لقد صدقتي عندما قلتي والله لن يخزيك الله أبدا اشتركوا في القناة